في الختام أخ سامح كلمنا عن موضوع كتير كتير مهم ومشكور أنك بسطت الموضوع لكن اللي بيشاهد واللي بيسمع شو الخلاصة اللي ممكن نطلع منها في الختام أقرأ أي واحدة من رسالة كورنسوس الأولى أصحاح 15 لملخص للتجسد كورنسوس أولى 15 21 فإنه إذن موت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع عشان كده عايز أقول لكل إنسان جاء المسيح من السماء أنت كان نفسك تشوف الله أهو الله تعالى جاء المسيح من السماء عشان خاطر شايفنا مزلولين في مشكلة الخطيئة والموت قهرهم في حياته وقهرهم لحسابنا في موته عايز تقهر الخطيئة والموت تعالى للمسيح جاء المسيح ليعلن عن مقاصد الآب الآب عايز يتبنك الابن عايز يرتبط بيك الروح القدس عايز يسكن فيك كل دي إعلان عن مقاصد الله مشروعي في سنة أفسوس جاء المسيح ليبيد البلطجي لأذلك الشيطان جاء المسيح ليظهر الحياة الأبدية حياة الله عشان خاطر يعطيك هذه الهدية الرائعة عشان خاطر يصير شاركة بينك وبين الله الله البعيد عنك صار في متناول يدك أتخيل سمعان الشيخ تخيل سمعان الشيخ في يوم الأيام يمسك في يديه المسيح فنقول له أنت عارف أنت مسك مين بين إيديك يقول آه الله المتجسد لو سألنا المطوبة وهي بتحتضنه نقول لها أنت عارفة مين اللي في حضنك تقول آه الله المتجسد تخيل الله المتجسد بيقى في متناول الإنسان ما يقدرش الإنسان بعد كده يقول الله فينه بعيد